نكبة جديدة منيت بها القضية الفلسطينية بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس تنفيذاً لقرار اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يتزامن مع ذكرى مرور سبعين عاماً على النكبة الفلسطينية والتي تصادف الخامس عشر من مايو أيار من كل عام فمع دقات الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القدس بدأت مراسم نقل السفارة بمشاركة مسؤولين كبار من الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأمريكية وبالتزامن مع ذلك ينظم الفلسطينيون مسيرات واحتجاجات منذ صباح اليوم على نقل السفارة الأمريكية للقدس وتأتي هذه الاحتجاجات وسط استنفار لقوات الاحتلال الإسرائيلية في المدينة المقدسة حيث نشرت الآلاف من عناصرها وأغلقت العديد من الطرق في محيط السفارة وأقامت غرفة قيادة تحسباً لأي تطورات في المدينة ترامب برر قراره بنقل السفارة للقدس بأنه سيسهم في تحقيق السلام الذي تأخر كثيراً لكن يبدو أن هذا ليس رأي الدول الكبرى فروسيا أعلنت على لسان المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أن لديها مخاوف من أن تؤدي هذه الخطوة لتوترات في الشرق الأوسط كما أعلن المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا مي أن لندن لا تعتزم نقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس مشدداً على اختلاف بلاده مع القرار الأمريكي كما رفضت القرار كل الدول العربية